الاناتوميكالبوزيشن اللي هو الوضع التشريحي ده مهم جدا على فكرة بتلاقوه في الامسكيوز في الامتحانات في الكمبيليت في كل حاجة ايه الوضع التشريحي لما نيجي نشرح انساني بقى وضعه ازاي قالك نمرة واحد اللي هو The person is standing erect يعني البناء ده يقف منتصبا كده The person is standing erect The arms straight الدراعات بتاعته دي اللي هو الطرف العلو والأبرلم straight اهنا اهو مستقيمة الزراعان مفروضاتان The legs close together الرجلين الاتنين دول قريبين من بعض close together The eyes اللي هو العينين والpalمز كاف الهند كاف اليد facing forward يتجهان الامان يبقى ده اللي هو anatomical position يبقى ال anatomical position The person standing erect البناء ده يقف منتصبا The arm straight الادراعه مفروض The legs close together The eyes and palms facing forward دي يعني لو واحد تنى ايده يعني هنا عند القلبه يبقى مش anatomical position لو واحد بيبص الورا مش anatomical position لازم الانatomical position يكون وقف على حاله بيبص القدام البولمز بتاعته انتيرور الفيس انتيرور The eyes and anterior كل دولة The legs close together ده اللي بيسموه anatomical position نيجي بعد كده للاناتومical planes المستويات التشريحية خد بالك احنا المستويات التشريحية لو الاناتومical planes المستويات التشريحية ازاي بقى انا هشبح البناء ادم ده اما جاء اقطعه اخد في قصاع خد بالك معايا كده هنا دلوقتي في ده medium sagital plane انا ممكن اقطع البناء ادم في النص بالضبط اخد خط في النص كده واخد خط بالطول كده ده اللي بيسموه medium sagital plane يبقى ان انا وخط اخط في النص في الطول بنص البناء ادم بالملي ده اسمو medium sagital plane هنا على فكرة اسمو sagital ليه لان هنا فيه suture فيه في الجمجمة نفسها ما هنشرحها هلقى فيه خط في النص كده اسمو sagital suture احنا بناخد في هذا الخط بالطول كده نشرح البناء ادم نقطعه بالطول كده ده اسمو medium sagital plane او medium sagital section لو جيت انا بقى شرحت وقطعت البناء ادم برا النص بشوية بعيد عن نص بشوية ده اسمو برا sagital plane برا sagital plane او another sagital plane يعني انا كده بعيد عن الايه sagital plane ده اسمو برا sagital plane نجي بعد كده زي ما قلتلك فيه هنا في الجمجمة سوتشر تاني او خط تاني موجود في الحتة دي كده بمعنى هنعرف ازاي عرف التوكا او البلاستيكايا اللي بتحطها البنات في رسم هنا في الحتة دي او التاج اللي كانوا الملوك بيحطوه كانوا بيحطوا خط هنا في الحتة دي فلو خدنا خط بالصورة دي قطعنا البنات زي بالخط ده هنا من النص البنات بالعرض كده ده اسمو coronal section او coronal plane ده اسمو coronal plane فيه حاجة تانية لو قطعنا البنات ادم ترانشاط حتة حتة كده ده اسمو transverse section يبقى المستويات التشريحية او الاناتوميكال بلين في medium sagital plane paramedian sagital plane coronal plane وtransverse plane ويمكن الصورة التانية هتوضحهم برضو هنشوف كده بص ادي هنا medium sagital plane paramedian plane اللي هو ده اللي هو paramedian اللي هو جار المتوسط يعني ده المتوسط خط المتوسط او المتوسط الخط المتوسط او السهمي الخط المتوسط او جار المتوسط وبعدين coronal plane اللي هو ده اللي هو المستوى التاجي او الاكليلي زي ما قلتلك كانوا بيحطوا التاج هنا فالقطع بتبقى هنا ده المستوى التاجي او الاكليلي وبعدين transverse او horizontal plane خلونا نتفرج بص الرسمة التانية هنا برضو قادر اناتومكال بلين زبين عندي ادي الميديا sagital plane اللي هو البلين هذا متقطع بالنص ده اللي هو الخط الاحمر ده نيجي بعد كده ده medium sagital plane فيه هنا اللي اتقطع كده بالعرض اللي هو زي التاج اللي هو ده اللي بيسموه coronal plane وبعدين لو قطعناه من النص ده اللي هو بنسميه transverse plane او horizontal plane دولة اللي احنا بديلهم اسم بيسموهم anatomical plane يبقى المين anatomical plane medium sagital plane medium plane او sagital طبعا فيه واحد تاني اسمه بارا sagital لو قطعت جنبه وبعدين فيه هنا coronal plane ده اللي انا شايفه ده اللي هو بيسموه coronal plane اللي هو المستوى التاجي او الكليني وبعدين التالت ده اللي احنا بديله اسمه اللي هو transverse plane ده medium sagital plane وده medium sagital plane وده coronal plane وده transverse او horizontal A